تشاهدين ساعة الوقت تسعى بتوقيت القاهرة معدنا مع مجز الأهم الأنباء مع هالة فضلية هالة شكراً منا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش ومجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة وشاملت جولة الرئيس السيسي عدداً من المناطق بمنطقة الجلالة خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فداناً وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 متراً عن سطح البحر كما تفقد الرئيس السيسي مناطق المنتجعات والكرنيش والنصب التذكري بمدينة الجلالة حيث التقى مع القائمين على المشروع ووجه لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك واتمأن على سير العمل بالمشروع في إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة كما تدعو الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف وبالتنصيق مع السلطات السودانية وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان أعلن الجيش السوداني أنه سيعمل على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعاية عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من السودان هذا وقد بدأت الولايات المتحدة وفرنسا بإجلاء دبلوماسيها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري كما أكد بيان للجيش السوداني أنه تم إجلاء البعثة السعودية في وقت سابق براً إلى بورت سودان ومنها جواً إلى المملكة العربية السعودية قال مسؤولون محليون أوكرانيون إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء السبت مما ألحق بعض الأضرار في مباني مدنية وأعلن حاكم المنطقة أولي سينجوبوف أن صاروخاً أصاب منزلاً في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي وكانت روسيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية من بينهم رياضيون بارزون فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا عرب وزير الدفاع السويدي بول جونسون عن ثقته في طول أمد الأزمة الأوكرانية دعيا كياف إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة وطالب جونسون الحلفاء بالتأكد من أن لديهم القدرة على توفير اللوجستيات والذخيرة وقتع الغيار للقوات الأوكرانية دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان وشدد بوريل على ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمها على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا وأضاف أن تايوان منطقة استراتيجية حيوية للغاية مشددا على ضرورة حرية الملاحة بها قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 12 آخرون بعد نشوب حريق في مطعم بالعاصمة مدريد وقال رئيس بلدية مدريد أن أحد الضحايا موظف بالمطعم والآخر زبون وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريقة اشتعل بالقرب من المخرج الرئيسي أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 من 10 درجة والآخر قوته 5.8 من 10 درجة هز منطقة كيبولا وانباطو في إندونيسيا وقال المركز أن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلو مترا بينما الثاني على عمق 40 كيلو مترا وكان الفارق بينهما بضع ساعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر